السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد تايب ودي حلقة من حلقات فيتامين دال والنقص الشديد اللي موجود عند الناس من فيتامين دال? فيتامين دال اه لو جينا نحط نسبة للناس اللي عندها نقص فيتامين دال فاحنا بنتكلم في خمسة وسبعين في المية مننا عندهم آآ نقص في فيتامين دال. يعني كل اربعة في منهم تلاتة عندهم نقص فيتامين دال. فيتامين دال من الفيتامينات المهمة جدا لجسمنا ليكاد يكون العلماء بيقولوا عنه هرمون مش بس فيتامين وده ليه تركبته في الجسم او تكوينه في الجسم وليه اهميته للجسم. تعالى مع بعض كدوات عايزين نتكلم فيه تلات نقطة عن فيتامين دال. آآ النقطة الاولى هنتكلم فيها ايه هي الاعراو اللي انا لو حسيت بها يبقى عندي نقص فيتامين دال. النقطة التانية ايه هي الجرعات المناسبة لو انا عندي نقص? ولو انا مش عندي نقص وعايز احافظ على فيتامين دال آآ مستوى يكون كويس فيه آآ الدم. آآ النقطة التالتة وهي ايه هي المصادر الطبيعية اللي بيتكون فيها او بتكون فيها نسبة فيتامين دال. النسبة النقطة الاولى ايه هي الاعراض اللي بيحس بيها لو او بيشعر بيها آآ لما يكون عندي نقص فيتامين دال. الاعراض ديت بتكون اكتر من عرض لو ممكن آآ عندك اثنين تلاتة منهم آآ بيبقى في الغالب يبقى عندك نقص في فيتامين دال. آآ اول من الاعرض دي هي جهاز والاحساس بالتعب بصورة مستمرة او بصورة متكررة. يعني النهاردة حسس انهنا تعبين بكرة حسس انه على اطول في اه التعب ده والاجهاد من اقل مجهود يعني اقل مجهود ممكن تعمله بتحس بجهاز. واحيانا بدون مجهود خالص بتحس باجهاد. اه العرض ده بيجي مع عرض تاني هو السكرار او تعب على طول مستمر في ولا شد في العضلات. تعب في العضلات بتاعة جسمك بصورة مستمرة. تمام آآ كسرة العدوى وان يجي لك عدوى بكترية او عدوى آآ فطرية او دور برد بصورة مستمرة. آآ آآ دي من العراض اللي بتيجي مع نقص فيتامين دال وده لان فيتامين دال من الفيتامينات المسؤولة عن المناعة. حاجة تانية الاكتئاب والاكتئاب بدون سبب. ده اللي بنتكلم فيه ان انت بدون اسباب بتحس ان انت داخل في موجة اكتئاب واحيانا الموجة دي بتتكرر مرة واتنين وتلاتة معاك. كمان معانا العدم التقام الجروح بسرعة. ودي احيانا بتكون بسبب آآ يا اما السكر. يكون السكر عند الشخص ده او يكون ده مريض سكر. واحيانا تانية بيكون بسبب نقص فيتامين دال فانت لو مش مريض سكر وحصل عندك عدم التقام للجروح بسرعة. يعني آآ يعني اتعورت او حصلت مسلا عندك جرح وكده هو طويل ما لتقامش بسرعة ففي الغالب آآ في عندك نقص لفيتامين دال. آآ الحاجة التانية هي تساقط الشعر وآآ وعدم نظرة البشرة. برضو دي آآ فيتامين دال بيلعب دوره مهم جدا في آآ في عدم تساقط الشعر وبالتالي لما بيصل تساقط الشعر ففي الغالب في نقص آآ فيتامين دال. الحاجة الاخيرة اللي معانا وهي آآ عدم خسران الوزن بصورة آآ كويسة بالرغم من ان انا بعمل ضايت. يعني انا دلوقتي بعمل ضايت ووزني ما بينزلش بصورة كويسة. ففي الغالب عندك نقص في فيتامين دال. ما بنحس بالعراض دية بنتجه لعمل تحليل فيتامين دال. دلوقتي انا عندي اعرض او اتنين او تلاتة من احنا كلمنا عنهم. عندي خمول عندي مش عارف اكتئاب مسلا عندي آآ الجرح ما بالتقيمش بسرعة. الحاجات اللي احنا واناها دلوقتي على طول هنتجه ان احنا نعمل تحليل فيتامين دال. النتيجة اللي هتظهر معنا في التحليل دوت هتكون عبارة عن حاجة من آآ تلاتة. لبقى اما فيتامين دال اقل من تلاتين او فيتامين دال من تلاتين الى مية او نسبة فيتامين دال اكتر من مية. طب لو نسبة فيتامين دال اقل من تلاتين. الحالة دية احنا بناخده فيتامين دال خمسين الف وحدة. آآ حبة كل اسبوع لمدة تلات شهور ومنعيده التحليل تاني. طبعا الكلام اللي انا بقوله دوت هي الجرعات عشان انت تعرف بس. ولكن لازم طبعا استشارة الطبيب آآ المختص بتاعك عشان انت لو عندك مريض ضغط آآ مريض سكر في آآ حالة استثنائية ولكن انا بتكلم في آآ الجرعات العادية بالنسبة للناس العادية اللي ما عندهاش اي مشاكل. لو انت عندك فيتامين دال آآ نسبته من تلاتين الى مية فانت نسبة فيتامين دال كويسة. كل ما تقرب الى السبعين فانت نسبة فيتامين دال تعتبر كويسة. آآ هناخده في الحالة دية جرعة فيتامين دال يومية بحيس ان ما يحصلش نقص تاني فيتامين دال. يعني لأ انا دلوقتي هاخد كام الجرعة الجرعة اللي هاخدها هكون مسلا آآ الف وحدة يومية من الف الى الفين وحدة يوميا. تمام بصورة مستمرة. مش هقولك مسلا شهرين وتوقف او تلات شهور وتوقف. لا انت ده هتستمر عليها الجرعة دي. وكل تلات شهور تعمل تحليل وتطمن على نفسك آآ هل فيتامين دال مزبوط ولا مش مزبوط. بالنسبة للناس المين دال اكتر من آآ مية فكده جرعة فيتامين دال عندك نسبة عالية زيادة جدا وبالتالي ان انت لازم تراجع طبيب عشان تشوف المشكلة. هنتكلم دلوقتي في النقطة الاخيرة وهي ايه هي الحاجات المصادر الطبيعية اللي انا ممكن نستخدم منها فيتامين دال. اول مصدر طبيعي ربنا خلقه هنا هو الشمس. شمس دي لو انا اتعرضت للشمس مدة عشرين دقيقة كل يوم آآ فيه شمس ما يكونش قوية عشان ما يحصلش اي التهابات جلدية ولا اسمرار في البشرة ولا كلاهوت يعني الشمس اللي بعد العصر او آآ الشمس في وقت الساعة عشر الصباح كلاهوت او آآ فقابل وقت الظهرية بشوية يبقى الجو آآ كويس والشمس ما بتبقى الشديدة ولازم نحط طبعا صنبلوك او واق شمس قبل ما نطلع لو اتعرضنا لمدة آآ تلت ساعة عشرين دقيقة بس يوميا فاحنا كده مش محتاجين ناخده الجرعة اليومية. ولكن برضو هيفضل محتاجين الجرعة الاسبوعية اللي هي آآ الخمسين الف واحدة لو انا عندي نقص فيتامين دل اقل من تلاتين آآ نسبته اقل من تلاتين في الدم. تاني مصدر معانا من المصادر الطبيعية لفيتامين دل وهي الاكلات اللي بيكون فيها اسماك خاصة زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت ده من الحاجات اللي فيها آآ نسبة فيتامين دل عالية جدا. آآ زيت السمك آآ الاسماك الدهنية الاسماك البحر كل الاسماك دي كلها بيبقى فيها نسبة فيتامين دال عالية. الاضافة الافوكادو بالاضافة الى زيت الفيديو تعمل لنا لايك وسابسكرايب. وتشير الفيديو دوت لكل اصحابك عشان يستفيدوا. ولو عندك اطفال يا ريت ما تنساش تديهم فيتامين دال.